مش احنا بس يعني الفرقتين يمكن يعني مش الاهلي بس يعني اللي بيعاني من غيابات لكن حتى بيرامس كمان بيعاني من غيابات بعض العناصر اللي تقدر طول عليها اساسية يعني الاهلي عنده قائمة غيابات طويلة عن المباراة و اهمهم يمكن في ناحية الدفاعية اكتر يعني مهاجمين اعتقد كلهم جهزين مفيش مشكلة كهرباء برسيتاو حسين الشحات عبدالقادر طاهر شريف كلهم جهزين لكن نص الملعب التاني في عندك بقى طبعا اكرم توفيق و كريم فؤاد من الاول عم حمد ضوي كريستو برضو عمر السولية رمي ربيعة فبالتالي في غيابات ناحية تانية اعتقد عسامة جلال عبدالله السعيد علي جبر وكلهم برضو عناصر اساسية مع الفريق شايف الغيابات مؤثرة في اي طرف عن التاني بص يمكن انا قلتلك سيد احمد قبل كده وفرت ما بحبش اقولي الكلمة دي برضو تاني بقراره في كل برنامج ما بحبش اقولي وفرت بودلاء وفرت كم لعبت النادي الاهلي او وفرت عناصر النادي الاهلي موفرة الراجل الموضوع ده يعني مثلا هنتكلم مثلا في حتة القلب لو هو الراجل عايز اتطمن على ياسر ابراهيم عشان مباراة الترجي عنده حلوة هو في حسابات وماتش الترجي برضو انا وليس اقولك انت بتفكر في هنا وعينك على الملف التاني بتفكر في حاجتين انت جربت ومش الان منه جربت ابل كده في مباراة الزمال كدهت خلد عبدالفتاح لو انت لعبت فخر لقاي خلد عبدالفتاح عنده الميزة دي السرعات والتحكم والالتحام والمانتو مال فكرت بالتحضير انك تبقى بتنقل الهاجمة بالسليم عندك متولي مع وجود كافرينج موجود من حمدي فتحي او من مروان لو فكرت في حاجة ان دول مش متواجدين سهل او لعب خلد عفتاح بقرة ودخل محمد هنيجو لعبها قبل كده كتير الراجل في الماتش اللي فات اما ياسر اتعور حتى حمدي فتحي في المكان حتى حمدي في المحكاة ده وقى منازل طهر في نص المرة لغاية اما يغير خلد عفتاح عنده من الحلول عكس الجهة التانية نضيف على ده انه بيرامدس في الماتش ده هيكون خطير يعني فرقة مش باقي على حاجة فرقة خسرانة الكاس والدامنالي تلعت من الكونفدرالية برضو فكرة انه يعني مفيش لقب بعد كل التعب ده والسنين دي والاسماء دي والصرف ده اننا مدخلوش الجيم من اوسع ابوابه خلي الباب مقفول ولا حتى يبقى فيه بصص نور من الباب ده ان انا اكون ايجابي قوي وانهي المباراة ليه؟ ماتش اتنين واحد بتاع الكاس خلص خلاص هو خرج من الكونفدرالية ومعدين دي تاني مواجهة بين باتشيكو ومرسل كولر ليها برضو اعتبارها يعني بعد مواجهة الكاس دي التانية الكاس دين واحد ودي التانية هو الراجل كانت جيناس بس وانا شغال هو بتشيكو انا مش بقى على حاجة فهلعب بقير يا حية لا ازاي كابتن عمر ده اختلف معاك بقى ده اللي داخل جوه الناس ده هو ممكن يبقى مهزوز جدا جدا لانه خرجه من الكونفدرالية وخرجه من الكاس وخرجه من الصبر وانشاء الله لا يعني اعتقد بيبقى كارت كمان محروق يعني ممكن يفكر بقى فكرة وانتعرف هم بيغيرهم فبالتالي هو عليه ضغط كبير جدا باتشيكو في المطش ده هو طبيعي كمدير فني ممكن في حساباته انه عارف ان التدوير جوه الجهاز الفني داخل نادي بيرامدس بيبقى باستمرار على طول هتلاقيه باستمرار هو بضخ الصقة اللي عبته ان انا مش فارق معايا والعبوا بارياحية انا مش عايز كتبوا مضغطين والعبوا 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 مع انه هو من جوه بيبص بحاجتين اقمل بدرجة 90% ناكسة ايه ولو خسرت انا ما كنتش عامل حساباتي ما كنتش حاطت في حسابات اننا سافر في وقت سوبر انت جيبني من الدر المنور رجعت من جنوب افريقيا في عدد ساعات كتيرة وارهاق للعيبة وفاجأة قلتلي يلا ألعب في ظل انك طلع منك تصريح لاحد اللعيبة اللي موجودين على احد القنوات قالك ده مش هيطلع ومش هيسافر وابتدت الدفع تروح لطلعي الجيش وفيوتش وفاجأة قالك لا ده برمت زالك انا موافق ملعوبة ملعوبة خلاص اتعلمنا بص اقوى واحد اتعلمنا منه الحرب النفسية مسماني كان احسن واحد يتعامل مع كولر ده انا ما عنديش الملك ان انا عندي امكانيات لعيبة بامكانيات لعبة من الاهلي انا هحاول انظم صفوفي واشتغل بسان داونز على امكانيات الجبارة لأسد افريقيا خلاص بقى كلام ده يتقل فيرقة صغيرة فيرقة ما عنداش خبرات فيرقة ما عنداش امكانيات وما عنداش اسماء زي اللي موجودة في لعبة الناد الاهلي